أبنائي وبناتي طلبة التعليم الزراعي الصف الثالث قسم استصلاح الأراضي والمكانة الزراعية أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة مصر التعليم الفني طبعا معكم عطف اسماعيل خبير الهندسة والمكانة الزراعية نتمنى نكون عند حسن ظنكم فيما سبق مما درسناه في المساحة بالميزانية وزي ما كل مرة بنحب نفكر الناس إحنا خدنا إيه للحلقة السابقة الناس اللي متابعاني طبعا أكيد عارفين إحنا خدنا آخر حاجة اللي هي إزاي نحسب مكعبات الحفر والردم من الميزانية الشبكية وخدنا مثالين على المربعات لما الأرض تكون متقسمة إلى مربعات والمثال التاني خدناه لما تبقى الأرض متقسمة إلى مستطيلات وطبعا قلنا أهم حاجة إنك تكون فاهم القانون عشان تقدر تحل وإن القانون سواء كان مكعبات حفر أو مكعبات ردم بيساوي سين على أربعة بين قسين ألف زالتين به زائد تلاتة جين زائد أربعة دال حلو قوي وقلنا اكتب ما يعبر عنه القانون يعني إدي إحساس للمصحح اللي هو بيصحح كراسة إيجابتك أو المسألة بتاعتك دي يكون أنت فاهم أنت بتعمل إيه هو هيفهم إنك رجل عارف بتشتغل إزاي فبالتالي هقول له يعني إيه سين هترجع للمثال بتاعك ومعطياته هو قال في المثال إن الأرض تقسمت إلى مربعات يبقى فورا هتقول سين هي مساحة المربع لو قال الأرض متقسمة إلى مستطيلات سين هي مساحة المستطيل وإنت عارف إن مساحة المربع بتساوي طول الضلع في نفسه ومساحة المستطيل بتساوي الطول في العرض وهتقول يعني ألف ويعني إيه به ويعني إيه جين ويعني إيه دال ألف مجموع هل يا طرح هتقول ارتفاعات ولا انخفاضات إمت تقول ارتفاعات وإمت تقول انخفاضات أنا هقول ارتفاعات لو هو مديني منسوب التسوية بتاعي الرقم اللي هو مدهولي هو أقل من الأرقام اللي عندي يعني مثلا هو مدي لك ستة والأرقام اللي عندك تمانية يبقى الارقام اللي عندك بترتفع عن الستة يبقى هقول مجموعة ارتفاعات طب هو مديك ستة والارقام اللي عندك تحت الستة يعني خمسة اربعة تلاوة هكذا هتقول مجموعة مين مجموعة ايه انخفاضات مجموعة انخفاضات سواء بقى كان ارتفاعات او انخفاضات هقول بقى النقط المشتركة في اين لو الارض متأسمة لمربعات يبقى في مربع واحد لو مستطيلات يبقى مستطيل واحد عن منسوب التسوية وقلنا يعني ايه عن منسوب التسوية عن منسوب التسوية يعني الارقام اللي عندك اللي هو مدهالك اساسا مطروحا من رقم التسوية اللي هو مدهولك طيب هنا في حتة مهمة جدا احنا خدنا قلنا احسب مكعبات سواء كان حفرة او رد على منسوب مرة قالي ستة او مرة قال عشر افرد لا قالك لا ستة والعشر قالك على اوطى منسوب احسب مكعبات الحفر على أوطى منسوب احسب مكعبات الحفر على أوطى منسوب هنا أوطى منسوب مدلكش رقم انت بقى لابد تكون راجل فاهم اروح بقى للمسال بتاعي للتأسيم بتاعة الميزانية واشوف الأرقام اللي عندي المناسب اللي عندي يا ترى أقل منسوبهم كام هدور في المسألة على أقل رقم يبقى هو ده التسوية عليه لو لقيت أقل رقم مثلا عندك ثلاثة يبقى هقول كده التسوية على أوطى منسوب تسوي ثلاثة واطرح كل الأرقام اللي عندي من كام من ثلاثة يبقى احنا كده ايه ما سبناش حاجة اللي ما قلناها يبقى لو هو فرض عليك منسوب معين تحفر عليه أو تردم عليه خلاص انت هتمش على هو لغلك طيب لو هو قال حساب مكعبات الحفر على أوطى منسوب يبقى في الحالة دي هدور على أقل رقم في المسألة واطرح منه طيب لو قال حساب مكعبات الردم على أعلى منسوب يبقى هتدور على أعلى رقم وتشتغل عليه يبقى كده عرفنا كده عرفنا نرجع بقى نقول ألف به جيم دال قلنا ده مجموعة سواء كان ارتفعات أو انخفضات النقطة المشتركة سواء كان في المستطيل واحد أو مربع واحد عن منسوب التسوية به المشتركة فيه اتنين دال المشتركة فيه ثلاثة جيم المشتركة فيه ثلاثة دال المشتركة فيه كان فاربعة وابدأ أطبق القانون بتاعي سين إذا كانت الأرض متقسمة للمربعات يبقى طوله دلع في نفسه وهكتبه إذا كان الأرض متقسمة إلى مستطيلات يبقى الطول في العرض واجيب بعد كده ألف وبي وجيم ودال قيمة كل واحدة من المسألة أدور فين النقاط التي تشترك فيه مربع واحد وفين اللي بتشترك في تنين وفين اللي بتشترك في ثلاثة وفين اللي بتشترك في أربعة أطلع كل دول وابدأ أطبق القانون وطلع المكعبات سواء كانت حفر أو رد هنا إذا زالت المسألة عندك بقى مسلس هتقول إيه هترجع القانون تقول أنت طبعا القانون كانت بسين على أربعة ألف بين قسين ألف زال اتنين بي زال تلاتة جيم زال أربعة دال هتقولي بقى بعد ما تقفل الأقس قول إيه زائد مكعبات سواء كان بقى حفر أو رد المسلس طب لو الأرض زايدة والشبه منحرف يبقى زائد مكعبات الشبه الأيه المنحرف طب لو زايدة لاتنين يبقى زائد مكعبات حفر أو رد الأيه المسلس والشبه منحرف في الحالة دي انت بتجيب الأول مكعبات حفر المربعات واتطلع قيمتها وبعدين تجيب مكعبات حفر المسلس واتطلع قيمته وفي النهاية بتجمع مكعبات حفر المربعات مع المسلس يديك إدمال كله طب لو الأرض زيدة لتنين ده فيها مسلس وفيها شبه من حرف يبقى أنت جبت المربعات الأول أو المساطلات حسن المسألة وبعدين جبت المسلس وهقوله تاني إزاي أجيب مكعبات حفر المسلس أو رد مساحة المسلس في متوسط أركانه قاعدة في ارتفاع على اتنين في متوسط الأركان المسلس له في ثلاث أركان يبقى بأسم المناسبة الثلاثة بتوعته على الثلاثة ويتطلع الناتج بتاعه وفيه كمان شبه من حرف يبقى هتقول مكعبات حفر الشبه من حرف بتساوي مجموعة القاعدتين على اتنين في الارتفاع في متوسط أركانه مجموعة القاعدتين يعني القاعدة الكبرى زائد القاعدة الصغرى مقسومة على اتنين مضروبة في الارتفاع وبعدين بين قسين متوسط أركانه الشبه من حرف لكم روكن الاربعة يبقى تجمع روكن الاول زائد التاني زائد التالت زائد الرابع واقسم على الاربعة وبتخلص هذه المعادلة وتجيب مجموعة اجمالي مكعبات ردم الشبه من حرف في النهاية انت هتجمع بقى الارض كلها عبرها عن مربعات او مستطلات زائد المسلس زائد الشبه من حرف تجمع التلاتة مع بعض يديك اجمالي المكعبات يديك اجمالي المكعبات كده مسألة الميزانات الشبكية تمام انا عايزك تاخد معايا دلوقتي مسألتين من على الشريحة وتحلهم مع نفسك بقى تشوف نفسك بقى في الميزانات الشبكية عامل ايه زي ما خدنا مسائل قبل كده في خط الانشاء امثلة لخط الانشاء وخدنا امثلة للميزانات الطولية برضو حديك دلوقتي مثالين للميزانات الشبكية عشان تقدر تحلهم وبعدين نبدأ المراجعة بتاعتنا مع بعض نتفضل كده على الشريحة معايا هنا ايه دي بقول لي ايه بقول لي قطعة الارض التي امامك عملت لها ميزانية شبكية عملت لها ميزانية شبكية تمام بتأسيم هائلة مستطيلين هو قسم الارض عندك اللي كان مستطيل هم مستطيلين وحسبت مناسب الاركان كما بالرسم وابعاد المستطيل اربعين في عشرين يعني طوله اربعين وعرضه عشرين والمطلوب حساب مكعبات الردم على منسوب خمستاشر ايه دي المسألة عندك ايه دي الركن الاولين اتنشر ونص وادي الهنا المنسوب تلتاشر سبعين هنا تلتاشر خمسين هنا تلتاشر هنا اربع تاشر خمسين هنا خمستاشر يعني هنا على اعلى ايه اه اعلى رقم عندي في المسألة او اعلى منسوب عندي في المسألة يبقى هتحل هذا المسال خده كده لقطة عندك كده على التلفون وبعدين هتحله مع نفسك ناخد مثال اخر بقول لي ايه احسن مكعبات الحفرة اللازمة لتسويت قطعة الارض المبينة بالرسم على منسوب تسعة يبقى هو هنا قالك انت هتسوي على منسوب تسعة علما بانها مقسمة الى مربعات طول دلع المربع عشرين متر وقادي الرسمة بتاعتي دا عشرة هنا تسعة هنا عشرة هنا عشرة وتسعين هنا عشرة صحيح هنا اه عشرة تمام ماشي هنا اربعتاشر هنا تسعة وتمانية من عشرة هنا عشرة وعشرين هنا تسعة وخمسين برضو خدها لقطة عندك علشان تحللي هذه المسألة يبا انت كده عندك ايه عندك مثالين للميزانية الشبكية ممكن في المثال دا يروح مزاود لك مثلس ممكن انت تعملها تاخد هنا كده خط معايا والزاوده مثلس وتشوف نفسك هتعمل ايه تمام اه دي مثالين للايه للميزانية الشبكية ارجو ان انت تحلهم لانهم مثالين مهمين جدا بعد كده هنروح للمراجعة على الميزانية بتاعتنا النهاردة بقى دا لس النهاردة الناس اللي كانت متابعانا هنراجع في صورة مجموعة اسئلة نهتم بيها وان شاء الله باذن الله مش هتخرج عنها اسئلة اخر العام ان شاء الله باذن الله في الامتحان نفكركم كده احنا خدنا الاول الميزانية يعني ايه مساحة بالميزانية خدنا اه ما الغرض من الميزانية او ما هو دور الميزانية في الانتاج الزراعي وتعريفات خاصة بالميزانية سواء كان منسوب النقطة او مستوى المقارنة واخدنا السطح المستوي قلنا برضو اه تعريف الربيرات وانواع الربيرات واماكن توزيع الربيرات اه حد فاكر اماكن توزيع الربيرات يقول لي كنان اكيد اه في فازة قصة الربيرات منين لمنين من نص لحوالي اربعة كيلو متر وقلنا ان هي بتتوزع في المدينة كل نص كيلو متر مربع وفي الارض الزراعية كل اثنين كيلو متر مربع والطرق الصحراوية تلاتة الى اربعة كيلو متر مربع قلنا قلنا حبيبي بعد كده اخدنا الادوات المستخدمة في اجراء الميزانية زي الامة والميزان واشتارية التيل والصلب بانواحهم طبعا والجنزير والسواقص والاوتاد وجهاز التديوليت دي كلها كانت عبارة عن ادوات مستعملة عند اجراء الميزانية وقلنا ان القامة تستخدم في ايجاد مقدار ارتفاع مستوى النظر الافقي عن موضع القامة عن النقطة المطلوب حسابها وقلنا القامة مدرجة من اسفل لا اعلى وطولها اربعة متر وده الشائع طبعا عندنا في كل مدارسنا وابتنقسم الى عدة انواع مدرجة من اسفل الى اعلى ولها عدة انواع قلنا منها القامة متدخلة والمفصلية زد مفصلات يعني وقلنا الميزان اللي هو ميزان المهندس والغرض منه الحصول على مستوى نظر افقي يوازي مستوى المقارنة وقلنا الميزان بيتركب من ايه او بيتكون من ايه تكون من منظار والمنظار يتكون من عدسة عينية وعدسة شيئية وعدسة اضافية ومسمار تطبيق وحامل شعرات وقلنا الغرض من كل جزئية من دول وعندي ميزان تسوية اللي انا بزبط منه التحقيق بتاع او بعمل منه التحقيق وقلنا قاعدة الميزان فيها ثلاث مسامير والثلاث مسامير دول بستخدمهم في ضبط افقية الميزان ثم حامل الميزان واتكلمنا عن الاحتياطات الواجب اتباعها عند اجراء الميزانية وقبل الاحتياطات قلنا تحقيق الميزان وانواع التحقيق وقلنا التحقيق يعني تصحيح تصريح أي خطأ في الميزان حتى يكون الرصد صحيح وقلنا أنواع اثنين واحد مؤقت والتاني دائم قلنا المؤقت هو الذي يتم عند نقل الميزان من مكان لآخر والدائم يتم عند استعمال الميزان أول مرة إذا كسر استعماله إذا وسيء استعماله وقلنا إزاي نضبط بقى الأفقية بتاعة الميزان قلنا بنجيب الحامل بتاعة الحامل الميزان الأرجل بنفتحها كويس أو على زوال سبعين كده ونثبتها على الأرض واربط كده كويس جدا الأرجل وبعدين أثبت الميزان فوق الحامل ثم أخلي مسامير تسوية في متصف مجراها عشان لو أنت عايز تحرك المسمار من الداخل للخارج أو العكس ثم أجعل المزار يوازي لمسمارين وحركوا من الداخل للخارج والعكس وأجعله برضو موازي المسمار الثالث وحركوا أدكرر في القصة دي لو أكلم ألاقي الفقاعة في متصف مجراها يبقى أول ما تلاقي الفقاعة متصف مجراها أوكي أنت كده زبطت الميزان بتاعك وبدأ أرصد قراءاتك وقلنا أن أنواع الميزانيات على حسب هو على حسب اللي هو إيه على حسب وضع الميزان أو نقل أو عدم نقل الميزان وقلنا على حسب الغرض وقلنا على حسب وضع الميزان أو نقل أو عدم نقلوا اتنين ميزانية بسيطة وميزانية مركبة وأن البسيطة هي التي تجرى من وضع واحد مهما نخرت القامة والمركبة هي التي تجرى من عدة أوضاع نظرا لطول المسافة وأن أنواع الميزانيات من حيث الغرض أربعة فرقية طولية عرضية شبكية أربع أنواع ودرسناهم مع بعض وبعدين تطرقنا إلى الميزانية الطولية وأنها التي تجرى على المحور الطولي لإنشاء الترع والمصارف أو إنشاء وترميم الطرق وقلنا عشان ناخد ميزانية الطولية فيها عند مصطلحات مهمة جدا لازم أكون أنا عرفها اللي هما يعني مؤخرة يعني مقدمة يعني متوسطة يعني نوت الدوران وقلنا مع بعض مؤخرة هي أول قراءة تأخذ أو ترصد على القامة بس إمتى بعد ضبط الميزان أول إراية أنت بتاخدها بعد ما تثبت الميزان معايا من كل وضع يعني أنت اشتغلت وضع اتنين تلات اربعة خمسة كل وضع من دول له مؤخرة أول ومؤخرة طب أنت اشتغلت خمس أوضاع يبقى إلك خمس مؤخرات عندك خمس مؤخرات وأن المقدمة هي آخر قراءة من كل وضع يعني كل وضع لازم ينتهي عندك بالمقدمة يعني لو عندك خمس أوضاع يبقى عندك خمس مؤخرات طب إذا كان في إراية محصورة ما بين المؤخرة والمقدمة بنقول عليهم إيه دول بنقول عليهم متوسطات بنقول عليهم متوسطات إذا المتوسطة هي القراءة المحصورة بين المؤخرة والمقدمة قلنا يعني إيه نقطة نقطة الدوران هي النقطة التي يؤخذ عندها قراءتين مقدمة من الرضع السابق ومؤخرة من الرضع اللاحق يعني المقدمة الاول ثم المؤخرة وتتاخد على ايه؟ على قامة في نقطة واحدة خدت هنا المقدمة بلف كده واخد المؤخرة يبقى القامة دي في النقطة دي اللي هي النقطة الواحدة دي اتاخد عليها اريتين مقدمة ثم مؤخرة دي مصطلحات مهمة قلنا برضو تعريف مصطلح زي منسوب سطح الميزان مقدار ارتفاع مستوى النظر الافقي عن مستوى المقارنة عن مستوى المقارنة اتكلمنا عن الاحتياطات بالنسبة كان للقامة او بالنسبة للقامة او بالنسبة للميزان وهنا لم يجي اقولك ما هي الاحتياطات او التعليمات الواجب اتباعها حتى تقل الاقطاء في الميزانية بالنسبة للميزان هنا هم حدد لك بالنسبة للميزان لو سبها كده مفتوحة هتقولي بالنسبة للميزان وبالنسبة للقام طب بالنسبة للميزان قلنا أول حاجة أتأكد من أن الأرجل بتاعت الحامل متربطة صحيح مزبوطة قلنا لازم أتأكد من الميزان ثابت كويس على الحامل أنا ثبته كويس رابته كويس أضع الميزان في منتصف المسافة ما بين المؤخرة والمقدمة يعني الميزان في النص وقلناها ملحوظة مهمة أن المسافة بين الميزان والقامة ما تزيدش عن 100 ولا تقل عن 10 أتأكد أن أنا عملت تحقيق مؤقت طب أنت بتتأكد منين؟ بتتأكد من الفقاعة من الميزان التسوية إذا كانت الفقاعة في المتصف يبقى أنت فعلا أجريت التحقيق والتحقيق مزبوط قلنا برضو أن أنت الشمس وشغل في شمس وحره هتحط مظلة فوق الميزان عشان نحميه من الشمس عشان نحميه من الشمس وأن أفضل وقت أن تجري فيه ميزانية من 8 إلى 12 صباحا و4 إلى 6 مساء ده بالنسبة لمين؟ للميزان بالنسبة للقامة قلنا مش معقولة راجل مهندس هتشتغل أو فني مساحة تشتغل على القامة أنت ما بتعرفش تقراها يبقى ما ينفعش يبقى التعرف على كيفية قرارة القامة لازم تكون بتعرف تقرأ القامة صح ملاحظة انتباق التقاسيم عند فرد القامة التقاسيم بتاعتك مصبوطة أتأكد من صحة التدريج هي القامة دي مدرجة صحة ولا غلط من خلال أو بواسطة شريطة الصلب بواسطة شريطة صلب هتحط القامة عند نقطة الدوران على قاعدة من الحديد عشان لو أنت حط على أرض والأرض دي رملية وجدت تلف القامة هتغرس في الأرض وبالتالي هتطلع لك إيراية غير صحيحة ده أتأخد الإيراية على الشعر الأفقية الوسطى لمين؟ لحامل الشعرات يا حبيبي فاكرين حامل الشعرات بنرسد القراءة فين؟ على الشعر الأفقية الهين؟ الوسطى وفاكرين لما قلنا أن كان فيه شعرتين أقول يا وإيه؟ وسفلة وقلنا الشعرتين دول وظفتهم إيه؟ قلنا الشعرتين دول وظفتهم إن أنا بجيب المسافة ما بين الميزان والقامة دون قياس دون قياس والشعر الرأسية عشان تجعل القامة في وضع رأسي مش ميلة بتوضح هالي بتنور هالي ده بالنسبة لمن؟ لحامل الشعرات إحنا كده ثم دخلنا بقى خدنا أمثلة على الميزانية الطولية وخدنا أمثلة على قط الإنشاء وخدنا أمثلة على الميزانية الشبكية ودلوقتي هعرض معاكم على الشرايح مجموعة أسئلة ياريت تتابعوا معايا ياريت تاخدوا لقاطات دي عشان زي ما اتفقنا مع بعض يكون عندك كرستك فيها كل حاجة إحنا أكدناها قبل كده بما فيها شاملة النهاردة اللي هي إيه؟ مجموعة الأمثلة أو الأسئلة اللي إحنا هنحلها إن شاء الله بإذن الله توقع كده مع نفسك وتحل الأسئلة دي يبقى أنت كده أصبحت واقف على أرض صلبة في التلمي الأولاني اللي هو خاص بالمساحة بالميزانية نشوف كده مع بعض أول سؤال عندي في المراجعة عن ميزانية السؤال الأولاني بقول ليه أجريت ميزانية طولية أجريت ميزانية طولية على المحور الطول الترعة فكانت فكانت القراءات من أوضاع الميزان كالأتي الوضع الأول للميزان اثمين وعشرة واحد وستين واحد وثلاثة من مية متر خلي بالك دي مش واحد وثلاثة من عشرة دي واحد وثلاثة من مية متر لأنك لو عملت واحد وثلاثة من عشرة هتبوز المسألة الوضع التاني للميزان اثنين أربعين شرطة ستة وتسعين من مية شرطة 21 و 24 شرطة 2 و 85 من 100 متر الوضع الثالث للميزان 94 من 100 91 من 100 متر فإذا علمت أن القراءة الأولى من الوضع الأول يبه هنا هو القراءة الأولى اللي هي دي من الوضع الأول ملها رصدت على روبير منسوبه 10 متر وأن القامة وضعت على أبعاد متساوية كل 100 متر والمطلوب تدوين القراءة في جدول الميزانية حساب مناسيب النقط وتحقيق العمل حسابيا مسألة رائعة سبق وأخدنا زيها يبه لما يجي يقولك مسألة هي ياريت ناخدها لقطة كده عندنا علشان تبدأ تحلها في كرستك ده السؤال الأولين حد عنده استفسار أعتقد أني مش فيها يعني كل حاجة واضحة قدامك وعندك المسافة بين كل قامة هنا بقولك رصدت على روبير منسوبه يعني هنا يا شباب دي منسوب النقطة الأولى العشرة متر دي دي منسوب النقطة الأولى يا شباب تمام نشوف الشريحة اللي وراء مثال تاني خلي بالك أنا هنا جايب لك برضو مثال تاني بشكل تاني النوبة اللي فاتت يعني المسال دكا كان بقولي الوضع الاول الوضع التاني هنا لأ جابهلك بطريقة تانية بقولي ايه اهيه اجريت ميزانية طولية على محور طريق مطلوب انشاؤه فأخذت القراءات الاتية اتنين خمسة وتمانين واحد وستة من مية واحد واربعة وخمسين اتنين وخمسة من مية واحد وتسعة وعشرين اتنين وتسعين واحد وخمسة وسبعين لاحظ ان فيه ارقامها حتى تحتها خط حط يا شباب اهو حط تحت دي خط وتحت دي خط وعلى فكرة بدل ما كان ممكن يحط خط لا يحط قسين هي هي برضو يا شباب يبقى ممكن يحط هنا قسين وهنا قسين هي هي بس مدنش حاجة لعلى الاراية الاولى ولا على الاراية التانية هنا قال لي ايه بقى فاذا علمت ان القراءات التي تحتها خط مؤخرات وان القراءة الاولى رصدت على روبير منسوبه خمستاشر متر والقامة وضعت على ابعاد متساوية كل منها ربعين متر والمطلوب نمر واحد نمر واحد بقى نخلي بالنا مع بعض يا شباب ها حساب مناسيب النقط ده اول حاجة اتنين تدوين القراءات في جدول الميزانية تلاتة تحقيق العمل حسابيا هنا بقى قال لك ايه يعني هنا انا اوضحها لك شوية قال ان الارايات اللي تحتها خط دي ما لها مؤخرات حلو يعني دي مؤخرة اه ودي مؤخرة اه طب دي مؤخرة فين المقدمة بتاعتها يا شباب حد يقدر اقول لي حبيبي المقدمة هنا المقدمة هنا لدي يطرى واحد اربعة وخمسين ولا واحد واثنين 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 واث تأخذ واحد وخمسة سبعين على طول تقطع في الترتيب يبقى هنا اتنين وتسعين دي مؤخرة يبقى لقبلها مين مقدمة ايوة يبقى لما نيجي نرتب كده نسلسل زي ما قلنا كده مع بعض قبل كده دي رقم كام واحد ها اتنين ها تلاتة ها او هتقولي اربعة ايوة سمي حد بقولي تلاتة شاطر ما هي تلاتة تلاتة لان دي نقطة ايه دوران ها اربعة خمسة خمسة دي خمسة مقدمة دي خمسة ايه مؤخرة ثم ستة تمام يبقى هالسلسل للمسألة الاول وكتبت على كل حاجة هي عبارة عن ايه تقوم لما تيجي تشتغل هتلاقي نفسك شغال صح ومش ايه غلطان في حاجة يبقى دا المثال رقم اتنين على الميزانية الطولية نشوف بعد كده ايه السؤال بعد كده ضع علامة صح امام العبارات الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارات غير الصحيحة بعد نقلها الى كراست الاجابة يعني انت حبيبي هتنقل من رقم واحد الى رقم خمسة وتجي عند كل كده بين كل قسين وتكتب يا صح يا غلط ناخد نمرة واحد الميزانية تستخدم في قياس الابعاد الرأسية بين النقط على سطح الارض ها يا تارى دي صح ولا غلط طبعا انا حاسبكم مع انفسكم دا نمرة واحد تاني الميزانية تستخدم في قياس الابعاد الرأسية انا بقول بقى بقى ها بتكى شواء الرأسية بين النقط على سطح الارض نمرة اتنين المقدمة هي اول قراءة تأخذ على القامة من كل وضع للميزان حبيبي الناس المركزة معايا المقدمة هي اول القراءة تأخذ على القامة من كل وضع للميزان برضو مع نفسك نمرة تلاتة تستخدم شعرة الاستدية في الحصول على المسافة بين الميزان والقامة دون قياس لسايلها من شوي تستخدم شعرة الاستدية في الحصول على المسافة بين الميزان والقامة دون قياس نمرة اربعة يقاس مستوى المقارنة في البحر الايه لاحمر احنا اسنا مستوى المقارنة في البحر الاحمر طبعا برضو هتقول صح ولا قطع نمرة خمسة المؤخرة هي اخر قراءة في كل وضع للميزان المؤخرة هي اخر قراءة في كل وضع للميزان برضو لسا ايلين يبقى عندك صح ام خطأ خمس نقاط هتكتب كل نقطة وتجي بين كل قسين تكتعمل يا صح يا خطأ الموضوع يا حبيبي بسيط نروح للسؤال اللي وراه اذكر المصطلح العلمي المناسب للعبارات الاتية يعني هو اجيب لك العبارة وانت تكتب هتجي كده قدام العبارة بنقصين كده تكتب ايه هو المصطلح العلمي قدال على ذلك هيا حبيبي يب احنا هننقل دول اهوم ننقل كل عبارة من دول وبعدين بنجي قصات كل عبارة كده بنقصين بنكتب المصالح بتاعها عايز تكتبه في الاول بنقصين ما فيش مشكلة تكتبه جنبها برضو ما فيش مشكلة اول حاجة رقم واحد هو خط وهمي منحني هو ايه خط وهمي منحني يمر بجميع النقط ذات المنسوب الواحد هو خط وهمي منحني يمر بجميع النقط ذات المنسوب الواحد نمرة اتنين المسافة الرأسية بين اي خطين كنتورين متتاليين المسافة الرأسية بين اي خطين كنتورين متتاليين هتكتب لي برضو المصالح بتاعها يعني ايه نمرة تلاتة علامات معدنية سابتة فاكرين اللي قلنا عليها العلامات المعدنية السابتة ده نمرة اتنين تلاتة نمرة اربعة هو جهاز يستخدم ركز معايا هو جهاز يستخدم للحصول على مستوى نظر افقي يوازي مستوى المقارنة يوازي مستوى المقارنة جهاز يستخدم للحصول على مستوى نظر افقي يوازي مستوى المقارنة نمرة خمسة اداة تستخدم لايجاد مقدار ارتفاع مستوى النظر الافقي عن النقطة المطلوب حسابها اداة من ادوات المساحة اداة من ادوات المساحة بتستخدم لايجاد مقدار ارتفاع مستوى النظر الافقي عن النقطة المطلوب حسابها يبقى السؤال بتاعي من الاول بيقول ايه بل اذكر المصطلح العلمي المناسب للعبارات الاتية نمرة واحد هتروح كاتب كده العبارة وجنبيها المصطلح بتاعها او تكتب المصطلح وبعدين العبارة اللي ريحك هتقول لي نمرة واحد هو خط وهمي منحني يمر بجميع النقطة ذات المنسوب الواحد المسافة الرأسية بين اي خطين كنتورين متتالين علامات معدنية سابتة هو جهاز يستخدم للحصول على مستوى نظر افقي يوازي مستوى المقارنة اداة بتستخدم لايجاد مقدار ارتفاع مستوى النظر الافقي عن النقطة المطلوب حسابها ده سؤال خاص بالمصطلح العلمي نقول بعد كده السؤال الرابع عرف كلا مما يأتي عرف كلا مما يأتي سؤال كده يجي لك كده من ضمن التعريفات يعني منسوب النقطة مستوى المقارنة نقطة الربير نقطة الربير اللي هي الربيرات يعني القراءة السالبة شرط القراءة المجابة شرط نقطة الدوران تحقيق الميزان العينية الفاصل الرأسي خط الكنتور هذا السؤال تعريفاته مهمة عرف كلا مما يأتي تاني يا شباب معايا ايه هو منسوب النقطة ها ايه هو منسوب مقارنة حب نقول مع بعض سؤال ده يا شباب ايه هو منسوب النقطة نحب نجاوبو يمكن كان حد مش كان موجود معنا متواصل معنا اسناء ما كنا بنصرح بنقول السؤال ده كده مع بعض ايه هو منسوب النقطة انا هجاوبلك السؤال دوت قلنا ايه منسوب عن ايه? ها? عبارة عن يجاد مقدار ارتفاعات او انخفاضات النقط اللي هي على سطح الارض بالنسبة لمستوى المقارنة ويكون منسوب النقطة موجب ازا كانت مرتفعة وسالب ازا كانت مخافضة وصفرة على مستوى المقارنة. ده التعريف الاولاني الخاص بمنسوب النقطة. قلنا مستوى المقارنة هو المستوى الذي ينسب اليه ارتفاعات او انخفاضات النقط. وممكن تقول هو المستوى الذي يقاس منهم ارتفاعات وانخفاضات الايه? النقط. ومنسوب فاكر فاكر اكيد فاكرين. منسوب كم? صفر. في ميناء الايه? ميناء الاسكندرية. عشان احنا اسنا مستوى المقارنة خلي بالك معايا. في ميناء الايه? الاسكندرية. اسنا فين يا شباب? في ميناء اسكندرية. تمام. اه التعريف الاخر نقطة الربير. هو هو الربير. او علامات المناسين. هي هي. نقطة الربير عبارة عن علامات معدنية. سابتة. بس. عايز تكمل تقول علامات معدنية سابتة. وضعتها مصلحة المساحة في الطبيعة استرشادا بها في عمل ميزانية. اوكي. ماشي. علامات معدنية سابتة خلاص. بعد كده القراءة السلبة بقى دي اتحد ايه يقول لي. يعني ايه قراءة سلبة. فاكر لما اخدنا في المسألة بتاعت الميزانية الطولية. فاكر لما كنا بنقول في حاجة بتطرحها وحاجة بتجمعها. كنا بقول مين بجمع مين وكنت بطرح مين. تكرين? كنت بقول في المقدمة بطرحها. من مين سنين. والمؤخرة بجمعها مع مين نون. يبقى لما يقول لي القراءة السلبة هي المؤخرة. اه هي هي المقدمة. فحتعرف المقدمة. مش هتقول بقى القراءة السلبة هي المقدمة وتسكت. لأ. هتقول القراءة السلبة اللي هي المقدمة هي اخر نقطة تؤخذ على القامة. اخر قراءة تؤخذ على القامة. من كل وضع الميزان. طب القراءة المجابة. القراءة المجابة اللي هي المؤخرة. عشان حكونا بنجمعها على منسوب النقطة. عشان يديك منسوب سطح الميزان. فبالتالي هنقول القراءة المجابة هي المؤخرة هي اول قراءة تؤخذ على القامة بعد ضبط الميزان من كل وطفة قلنا نقطة الدوران تعرفها كل نقطة يأخذ عندها قراءتان وقدمة ثم مؤخرة قلنا بعد كده قال لك اعرف برضو من التعرفات تحقيق الميزان قلنا تحقيق الميزان هو تصحيح اي خطأ في الميزان حتى يكون الرأس صحيح تحقيق الميزان هو تصحيح اي خطأ في الميزان حتى يكون الرأس ماله صحيح وحنا عارفين الواقع طبعا يعني ممكن برضو يجيولك ايه عرف الضبط المؤقت يقولك عرف الضبط المؤقت بس لو قال لي عرف الضبط المؤقت هقول له هو الذي يتم هو الضبط الذي يتم هو تصحيح الذي يتم قبل الرأس مباشرة قبل الرأس مباشرة يعني لا نفعش أرصد وانا صح لا انا اصح الاول وبعدين ارصد هو الذي يتم قبل الرصد مباشرة ده بالنسبة ليه الضبط المؤقت قال للعينية الناس يتقول للعينية يعني العينية حقدناها فاكرين مما يتركب الميزان منزار وفيه عدسات يبقى لما يقول العينية هو المقصود بها العدسة العينية الحصول على صورة معتدلة مكبرة لما كنا بنقول تركيب المنزار يتركب من عدسة عينية وعدسة شيئية قلنا العينية بتديني صورة معتدلة مكبرة والشيئية بتديني صورة معتدلة مكبرة يبقى العدسة العينية او العينية حاش يتلخبط بقى العينية مقصود بيها العدسة العينية وهي للحصول على صورة معتدلة مكبرة أما لو قالك الشيئية الحصول على صورة معتدلة مصغرة لو قالك بالمرة مصمرة تطبيق مصمرة تطبيق ووزفته إيه؟ توضيح صورة القامة توضيح صورة القامة وانتباق صورة القامة على حامل الشعرات يبقى بيوضح لصورة القامة وبيعمل انتباق لصورة القامة على حامل الشعرات الفاصل الرأسي من دمن التعريفات ايه هو هو المسافة الرأسية خلي بالك بقى ايوبا هو احنا هنا يعني قلنا حاجة مرتين مرة يقول لك مصطلح علمي المسافة الرأسية بين اي خطين كنتورين متتالين يبقى المصطلح هنا هو مين الفاصل الرأسي تمام ايه هو الفاصل الرأسي المسافة الرأسية بين اي خطين كنتورين متتالين طيب ده بالنسبة للفاصل الرأسي. خط الكنتور هو خط وهمي منحني. خط وهمي منحني. ماله يمر بجميع النقط زيادة المنسوب الواحد. او المتحدة في المنسوب. يبقى ممكن يجيب لك السؤال. يأما تعريف وعرف. هتكتب انت الجملة بتاعته. او يجيب لك الجملة وقولك قل لي المصطلح العلمي. قل لي المصطلح العلمي. يبقى في الحالتين دول احنا. اجيبت على هذا السؤال لان هو بيجاب على حاجات كتيرة اوية. تمام? نكمل مع بعض بقية الاسئلة بتاعتي. السؤال الخامس. جاب لك مسألة خط انشاء. اجريت ميزانية طولية لطريق مطلوب انشاءه. فستنتجت الابعاد والمناسيب الاتية. يعني هو هنا مديك الابعاد ومديك المناسيب. الاثنين بالمتر طابعا. الابعاد بدأت بصفر متين ربعمية خمسمية طال المناسيب بالمتر بيديك عندي عندي السفر كانت المنسوب اثنين وعشرين عند الممثل المنسوب 23.5 عند الربعمية المنسوب 23 عند الخمسمية المنسوب 24.5 فإذا علمت أن خط الإنشاء يبدأ بمنسوب 21.5 وينحدر لأسفل بنسبة 1 إلى 400 وركز ينحدر لأسفل يبقى فيه لما فاكرين لما كنا بنقول الشارع تبقى نقص ولا موجب نقص لو كان لأسفل موجب لو كان لأعلى وعرض الطريق 8 متر وميوله الجانبية 1 إلى 1 والمطلوب 1 نمرة 1 ارسم القطاع الطولي بمقياس رسم 1 إلى 5000 للأفقي و1 إلى 100 للرأسي وارسم نمرة 2 ارسم خط الإنشاء هنا حبيبي ما طلبش غير حكتين اتنين ترسم القطاع الطولي وترسم خط الإنشاء بس بقى زكي زيادة عن اللزوم وتروح مكمل لي بقى جاي بمقاعدة حفورات محد انت مش عايزينها انت هتعلم عن نفسك ليه يبقى انت لما تيجي تعمل التأسيمة بنعمل أبعاد مناسيب منسوب خط الإنشاء وتقف يعني هنا هقف مش هكمل مش هقول بقى ايه مش هقول الارتفاع مش هقول مساحة قطعات مش هقول حساب مقعبات لا لأنه هو طالب منك حكتين اتنين ترسم القطاع الطولي اللي هو الارض بتحتك شكل الارض هو القطاع الطولي وترسم خط الإنشاء ففي هذه الحالة هرسم القطاع طولي وهرسم خط الإنشاء من خلال القانون بتاعي اللي هو بقول منسوب خط الإنشاء بساوي منسوب البداية طبعا هنا هقول ناقص لأنه هو بنحضر للأسفل وافتح قوس وقوله الابعاد فين حضر خط الايه الانشاء وابعدين هاجيب بقى منسوب خط الإنشاء عندي التلتمية والربعمية والكمسومية وارح النواتي بتاعتي حطتها في عند خط الانشاء وارسل اخط نقطة عند البداية نقطة عند النهاية ووصل خط الانشاء وكده خلاص ريحك كده ادك نص المسألة وفر عليك كتير قوي ده بالنسبة ليه المسألة دي طيب نشوف المسألة اللي ايه اللي قرأ مسألة تانية بقول لي احسب مكعبات الحفر اللازمة لحفر ترعة طولها 1200 متر اذا كانت مساحة القطاعات العرضية كما هي موضحة امامك والمسافة بين كل قطاعين متتاليين بتساوي 200 متر ورح مديك كده ايه جدول فيه رقم القطاع من واحد لسبعة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ورح مديك المسافات بالمتر ومديك مساحة القطاعات بالمتر المربع قال لك ايه بقى قال لك عند القطاع واحد كانت المسافة كام صفر طيب والمساحة كام والمساحة اتناصر متر وعند القطاع اتنين كانت المسافة متين والمساحة ستة سر ونص وعند القطاع تلاتة كانت المسافة تلتمية اربعمية والمساحة اربعة وعشرين وعند القطاع الرابع ستمية والمساحة اتنين ونص وعند القطاع خمسة تمنمية وعند القطاع ستة كان الف وعند القطاع ستة كان المساحة كامسة وثلاتين وعند القطاع سبعة كانت المساحة الف ومتين والمساحة 42 حبيبي انا حابة بحيل معاكم المسألة دي لان احنا انا حابة بحيل معاكم المسألة دي اه هنا بقى لو احنا بقى بنفكر مع بعض جاب لك خط مسألة خط الانشاء بس جاب للخطوة الاخيرة انا عايز احسب مكعبات الحفر اقول رجل سيان بس يعني خطوة واحدة تعالوا نشوف مع بعض احنا هنحلها مع بعض الزي بتيجي كده اه تيجي كده في الامتحان هي الخطوة دي اه هي الخطوة طب انا محتاج رسم باني لا مش محتاج رسم باني لان انت طالب منك مكعبات حفر فانا اروح كده جايب بالقلم بتاعي وكاتب كده مكعبات اهي مكعبات الحفر مكعبات الحفر بتساوي اكتب القانون زي ما احنا ايه خدناه قبل كده يا شباب بتساوي ايه مكعبات حفر بتساوي مساحة القطاع الاول اهو مساحة القطاع الاول زائد مساحة القطاع الثاني تكله كده مقسوم على اثنين مضروف في المسافة بينهما حلو انت كده كتبت القانون بتاعك هنبدأ اني جي بقى اقوله ايه انا عندي رقم القطاع واحد واثنين وثلاثة يبقى اقوله كده ايه مكعبات الحفر بين القطاع رقم واحد واثنين يساوي وبعدين بين اثنين وثلاثة يساوي وبعدين بين ثلاثة واربعة يساوي وبعدين بين اربعة وخمسة يساوي وبعدين بين خمسة وستة يساوي وبعدين بين ستة وسبعة يساوي واجه عند كل واحد شرطة كسر ايه زائد على 2 في زائد على 2 في اه زائد على 2 في زائد على 2 في زائد على 2 في زائد على 2 في هنخطي بالرقام دي نشوف كده نروح للعندي هنا في اللاب معي هو عند رقم القطاع 1 كانت كانت المساحة قدين المساحة كانت 12 قدل 12 وعند القطاع 8 كانت المساحة كام 16.5 طبعا المسافة 200 لأنه هو قال أن المسافة بين كل القطاعين 200 يبقى كل المسافة لقيت 200 200 200 200 200 اهي طيب وبعدين بين القطاع 2 و3 ايه القطاع 2 16 ونص وعند القطاع رقم 3 24 ثم 3 و4 يبقى قدل 24 والرابع 20 و5 من 10 20 و5 من 10 24 يبقى 20 و5 من 10 زائد 35 30 35 و6 قدل 35 35 والسادس المساحة بتاعته 35 ستة وسبعة خمسة وثلاثين زائد 42 المساحة طبعا أنت هتروح عامل ايه بقى عشان الوقت بتاعنا هتعمل تجمع الاتنين دول وتقسم على اتنين وبعدين تضرب في متين بس لما تشتغل بالقال حسبة هتروح كده ايه فتح اقواس الاول وقالت ناصر زائد ستة وصل ونص على اتنين واضرب في متين هيطلع الناتك كذلك برضو نجمع دول نقسم على اتنين واضرب في متين تلع الناتك يبقى أنا طلعت النواتي دي كلها اذن 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 معايا اذن اه اجمالي مكعبات الحفر تساوي حصينة منتق جمع عملته متر مكعب يبقى أنا بجمع دول كلهم يديني كام متر مكعب انا طلعتهم يبقى مسألة بسيطة مسألة سهلة مسألة جميلة بنقدر نحلها ما فيش اي دناء مشكلة يبقى انا حبيت اعملها عشان بس اي دي احنا ما عملش عملناها قبل كده فانا بفسرها لك واضحها لك يبقى لما جاب لي مسألة قط الانشاء جابها لي مرة جاب لي المسألة خطوتين اتنين ارسم قطع طولي وارسم قط انشاء يبقى مش مطلوب منك الباقي ما تعملش ارتفاع حفرة ارتفاع ردم ومساحة قطعات مكعبات ما تعملش ومرة جاب لك مرة جابها لك عايز بس مكعبات الحفرة او الردم القانون سابت لاتنين مساحة القطع الاول زائد مساحة القطع التاني مقسومة على اتنين مضروف في المسافة ايه بينهما وبعدين بدأت تطبق انت عندك رقم واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة سبع قطعات عندك سبع قطعات هتقول بقى بين القطع الاول والتاني بين التاني والتالت التالت والرابع الرابع والخامس خمس والثالث ثالث والسابع وزي ما عملنا حبيبي هتبدأ تجمع المساحة الاولى مع المساحة التانية وبعدين التانية مع اللي وراها وبعدين التاني مع التالتة بعدين التالتة مع الرابعة الرابعة مع الخمسة خمسة مع الستة ستة مع السبعة وطبعا هتجمع الاتنين وتقسم على الاتنين وتضرب في متين يديك النواتيك بكده احنا حبيبي ايه خلصنا كل الميزانية وقلنا فيها كل الاسئلة اللي تخطر على بالك واللي ممكن تجي في الامتحان انت مش محتاج حاجة اتمنى يكون عند حسن ظنكم ونكون احنا قدرنا نفيدكم في الفترة اللي فاتت وان شاء الله كده نسحب الميزانية الترمي الاولاني احنا قفلناه وان شاء الله نبدأ باذن الله معاكم في الحلقات القادمة باذن الله المباني والمنشآت الزراعية اتمنى ان نكون عند حسن ظنكم والى لقاء قريب ان شاء الله كان معكم عطف اسماعيل خبيل هندس ومكان الزراعية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة